نفتتح هذه الجلسة المئة والخمسون للحكومة ونحن ننحني إجلالا وإكراما لأسران الصامدين في معركة العناد والصبر معركة الحرية والكرامة التي يخوضها حراس الأرض جند الحرية اليوم السادس عشر على التوالي من أجل كرامتهم الإنسانية وحقوقهم القانونية التي تكفلها كافة المواثيق الدولية ومن هنا فإننا نحمل حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وندعو المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية وكل أحرار العالم للتدخل العاجل الذي لا يحتمل التأخير لإنقاذ حياة أسرانا والانتصار لحريتهم وكرامتهم وحقوقهم العادلة لن نتخلى عنكم أسرانا الأبطال ولن يخذلكم شعبنا العظيم فأنتم تستحقون وفاء كل الشعب وصوتكم الأعلى وصل العالم بأسره بهمتكم وهمة شعبكم وقيادتكم لقد فشلت حكومة إسرائيل في تمس صوت جوعكم وهدير مجدكم وعزة شموخكم وشمس حريتكم الساطعة رغم ظلام السجن وجدران الزنازين لن نتراجع وسنبقى على الأهدي معكم حكومة وشعبا بقيادة الأخ الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين حتى تحقيق كافة مطالبكم العادلة فلا خيار غير الكرامة والانتصار المجد للشهداء والحرية لكم والنصر للفلسطين